صار لك ماذا يقول هذا التحدث الرجل مع المرأة عبر وسائل التواصل يعتبر من الخلوة؟ والله إنه أشر من الخلوة والله ما وجد الشيطان وسيلة يصطاد بها الصالحين مثل هذه الوسيلة الخبيثة التواصل في وسائل التواصل الاجتماعي تأتي المرأة العفيفة فتتواصل مع الرجل الصالح في خير فيدق الشيطان إسفينا بينهما تبدأ تسأل عن دينها ويجيبها ثم تشتكي زوجها فيهدئ خاطرها ثم يظهر لها في جوابه كأنه أحسن الأزواج الله أعلم بحاله ويقبح زوجها في نظره ثم تكون المصيبة والله يا إخوة إني للمؤمنين والمؤمنات ناصح لا تقربن امرأة الرجل في وسائل التواصل الاجتماعي أعني الرجل الأجنبي ولو كان شيخا وإن احتاجت فلتسأل عن طريق محارمها أو زوجها فإن كان السؤال لا تستطيع أن تطرحه عن طريق محارمها فلتسأل عن طريق زوجة الشيخ بحيث لا يكون التواصل إلا عند الضرورة المحققة التي أغلقت فيها الأبواب في أمر لا بد منه من غير توسع في الألفاب هذه الوسائل فيها خير عظيم وفيها شر كبير فالموفق من أحسن إعمالها في الخير وسد أبواب الشر فيها وإلا والله إنها من أخبث خطوات الشيطان فينبعي الحذر التام من التساهل في هذا الأمر وفق الله الجميع وتقبل من الجميع والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم ترجمة نانسي قنقر